أربع تطبيقات مميزة جدا وعجبتني جدا واحد منها التطبيقات بضيف لك تأثير رائع جدا لما تشغل أي ملف صوتي أو حتى اليوتيوب والتطبيق ثاني أيضا بيقوم بإضافة خلفيات صور متحركة لجهازك رائعة جدا وأنيقة وتطبيقين ثانيات تابعوهم في الفيديو بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته التطبيق الأول هو تطبيق AR Compass هذا التطبيق هو عبارة عن تطبيق ذكاء اصطناعي ومحاكاة رح يظهر لك موقعك وبوصل ثلاثية الأبعاد من خلال الكاميرا الخاصة بجوالك أول ما تفتح التطبيق لازم تفعل الجي بي أس في جهازك مشان يحدد لك موقعك على الخريطة ورح تلاقي موقعك على الخريطة زائد لمحاكاة بوصل ثلاثية الأبعاد فيها الاتجاهات داخل كاميرا موبايلك وأحد الخصائص المميزة في التطبيق إنك بتقدر تحسب ارتفاع مارة أو شجرة أو أي جسم معين في البداية بتروح على الثلاث شحطات ومن ثم بتروح على التولز وبتحدد الجسم على الخريطة بعدها بتستخدم الكاميرا مشان يتحدد ارتفاع الجسم وعندك خيارات أخرى بإمكانك تتصفحها وأيضا في عندك خيار آخر إنك تحدد موقع معين على الخريطة ويدلك على مكان هذا الموقع عن طريق السهم يلي بيظهر لك على البوصلة التطبيق الثاني هو تطبيق أورانج تيل هذا التطبيق بيضيف لك تأثيرات سينمائية وجميلة جدا على أي صورة بتختارها على موبايلك تختار في البداية الصورة من موبايلك من خيار لود بيكتر بعدها بتقدر تتحكم بشدة التأثير على الصورة وتزيده أو تنكسه وأيضا بتقدر تروع على خيار أدفانس وتتحكم بالظلال والتشبع بشكل متقدم بإمكانك أيضا تختار أكثر من تأثير سينمائي والطبق على الصورة بإمكانك أيضا تحفظها على جهازك من خيار سيف التطبيق الثالث وهو التطبيق المميز اللي حكينا عنه في بداية الفيديو هو تطبيق ميوفيز هذا التطبيق بيظهر لك تأثير جميل جدا لما تشغل أي ملف صوتي على جهازك أو حتى على اليوتيوب أو أيضا على وسائل التواصل الاجتماعي في البداية بتعطي التطبيق الصلاحيات اللي بيطلبها بعدها بتختار مكان التأثير أعلى جهازك أو تحته أو أي مكان بتختاره أنت بعدها بتختار أي واحد من الثيمات الموجودة في التطبيق وعندك ثيمات كثيرة جدا وجميلة جدا وبتضغط على خيار أبلاي ومن خلال خيار كاست همايز بتقدر تعدل على ارتفاع التأثير وإعدادات أخرى مختصة بالتأثير اللي راح تطبقه وهيك بتكون شغلت وفعلت التأثير من خلال جهازك لما تشغل أي ملف صوتي في جهازك راح يطلع لك التأثير الظاهر عندك في الشاشة بتقدر توقفه في أي وقت من خلال أنك تفتح التطبيق وتروع على خيار إنيبل والطفية التطبيق الرابع هو تطبيق متروبوليس هذا التطبيق بيضيف لك خلفيات صور متحركة جميلة جدا وأنيقة على جهازك وعندك مجموعة لبأس فيها من الصور الأنيقة يلي بإمكانك تضيفها على جهازك بعدما تختار الصورة يلي بتعجبك تضغط على خيار ست ورح تلاحظ أنه التطبيق بعملينها داونلود وبعد ما تكمل تحميل بتروع على خيار أبلاي وهول بيبر مشان نتطبق الوول بيبر كوول بيبر على جهازك وبتختار إذا بدك إياها خلفية للقفل أو الشاشة أو الاثنين مع بعض وهيك بتكون حصلت على صورة أنيقة وجميلة هيك منكون كملنا شرحنا لليوم بتمنى يكون الشرح عجبكم وإذا أعجبكم زي دائما دعمونا باللايكات إن شاء الله بنشوفكم في الشرحات القادمة كان معكم يا زلعتوم من قناة أرابتيك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقبل ما أروح ياريت توصلوا الفيديو لـ 100 لايك السلام عليكم